بسم الله الرحمن الرحيم زيكم يا حبيب قلبي يعملين اي رب تكونوا بخير صباح الفلة ومسائل الفلة على اختي وحبيبتي امي اللي بتتبعني وحشتوني وحشتوني كون مري وحشتوني النهاردة بقى عندنا الروتين حلوة جدا مليان طاقة ايجابية مليان افكار حلوة ان شاء الله بازن الله الروتين النهاردة يعجبكم يلا بينا نبدأ الروتين بتاعنا والنهار طالع كده والشمس طالع جميلة والجو الشتوي الجميل اوي دوت يلا هنسمي اللي ونسال على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام وما تنسيش تحط اللايك بتاعك ولو انتي اول مرة تتفرج على هيبة متنسيش تحطي اشتراك وتفعلي الجرس على كلمة الكل عشان يوصل لك كل الفيديوهات يا ست الكل اول حاجة بقى طبعا اول مسحيت من النوم حبيتي لانا افتح بقى كده الشبابيك بتاعة البيت كله بس طبعا قفلها لسلكة عشان ما فيش دبان يدخل جو حلوة جدا الايام ديت جو كده جميل فيه نسمة هوا كده حلوة بتيجي على الاخر النهار كده بتبقى الجو اللطيف يعني دخلت بقى على المطبخ بعد ما الولاد نزلتهم المدرسة وقلت انا لازم اعمل حاجة جنب الفطار اللي انا هفطره طيب اعمل سندوتش جبنة لا مش عايز سندوتش جبنة نفسي هفاني كده على كيك كيك دلوقتي هيبة الصبح كده فقلت او ما بديهاش انا هعمل نفسي كده مجي كيك في الميكرويف جنب كوباية اللبن اللي انا هشربها جبت بقى معلقتين من الدقيق عليهم معلقة واحدة من السكر عليهم معلقة كاكاوة عليهم معلقة زيت ربع معلقة صغيرة من البيكين بودر عليهم كمان رشة ملح وكمان حطيت 3 معالق من اللبن وحطيت كده شوية فانيليا صغيرية ومسكت بقى الكلام ده كله قلبته مع بعضه بس زودت بقى شوية لبن تاني عشان الخليط كان تقيل معايا شوية بصي بالشكل دوت كده حطيت بقى انا ايه حطيت بقى في المج اللي انا هدخله الميكرويف لو مش عندك ميكرويف اعمليه فتوجن هيطلع من ايديك زي العصل طعمه حلو جدا 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 بتعارفين انا ما بقولكمش على وصفة غلا ما بيكون حلوة بس طبعا اللي محليها اكتر هي معلقة النوطيلا يعني انا لو عملتها من غير نوطيلا مش عارفة هتبقى طعمها حلوة للا بس معلقة نوطيلا كده حلوة او ممكن مقعب شوكولاتة لو متوفر عندك ودخلي بقى الميكرويف على 30 ثانية خرجي بقى من الميكرويف رش عليه كده شوية سكر طب يا هيبة الضيط راح فين ايه الضيط راح في داهية مش عارفة اعمل ايه يلا الحمد لله ما لنا نفسي لما بتهفيني على حاجة ما بعرفش سيطر عليها المهم خدت بقى الموج دوت كده وكانت المية لسه بتغلي على النور في الكاتل يعني عشان اعمل كوباية شاي سيدا مش اشرف شاي بلبن جنب الكلام ده كمان لبن الموضوع هيكون صعب قوي بعد كده بقى دخلت بقى قلت ايه عبالما الولاد يرجعوا من المدرسة انا مش عندي عيش ويوسف زمانه جاية من الدرس مراحش المدرسة النهاردة منا بس اللي روح فقلت خليني بقى لانا اعمل له ايه آآ سانداوتشات كده سريعة عايز اقول لكم السانداوتشات دي تلعي الطعمها حلوة قوي 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 عملت ايه آآ حضرت معايا نص كوباية من اللبن ركزي بس معايا في الخطوات ديت لان العيش دوت هيعجبك قوي انا قلت نص كوباية لا هي كوباية من الحليب اللي هو اللبن بتاعنا في مصر يعني والحليب في الدول العربية حطيت بقى ايه معلقة كبيرة من السكر وحطيت كمان معلقة كبيرة من الخميرة وحطيت معلقة كبيرة من الزيت ونزلت بقى بكوبايتين ونص من الدقيق بقى تنزل بدي كده تدرجية لحد ما تلم معايا وطبعا ما تنسيش رشة الملح حطيت دي حبة حبة وبدأت اللي انا اعجن بقى دية اول محسيت بقى اللي المعلقة اه اه اعجن بالمعلقة اول محسيت اللي المعلقة بقى مش هينفع اسيطر على المواقف بيها اه استعملت بقى دية عايز اقولك العيش دوت مش في الفرن العيش دوت بيتقلي على النار لكن سهل كده وخفيف وطعمه حل وما تحسيش خالص اللي هو شارب زيت كمان السندوتش اللي انا عملته في الاول ده طعمه حكاية سندوتش الجبنة عليه شريحة طماطم وشريحة خيار وكمان كم حتة كده من الجرجير او ورقة الجرجير طعمه حلوة اوي 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 بجد عجب له لك جدا وانا كان كهبة يعني عجبني اوي هنا بقى كان العجنة خلاص خمرت وفي الوقت بقى العجنة كانت بتخمر فيه دخلت بقى نشرت ولمت الغسيل وكمان شغلت الغسيل يعني قلت بقى ايه اضرف كده شوية عصافير بحجر واحد شوية مش عصفورين بز لا شوية عصافير جيت بقى هنا بعد ما العجنة خمرت قسمتها الاربعة اخدت كل كورة ومعايا طبق فيه لبن ومعايا كمان طبق فيه سمسم هنزل بقى كده بالكورة بعد ما بطلتها شوية هنزل بيها في اللبن وروح رفعها من اللبن بالسمسم طبعا تقدر تستدلي اللبن بالمية لو مش متوفر عندك لبن وفي الوصفة برضو لو انت مش عندك لبن تقدر تحطي مية هعمل بقى كله بنفس الطريقة هفردها كده شوية مش هفردها قوي هفردها قدي القرصية كده وروح منزلها في اللبن ومطلعها على السمسم على طول السمسم قده طعم حلو قوي انا مكنتش عارف اللي السمسم طعمه حلو قوي كده بزراحة بعد كده بعد ما خلصت الاربعة فرتها كده زي رغيف العيش وطبعا لما بتجي تفرديها زي رغيف العيش كده مستحب اللي انت تفرديها على زيت شوية زيت علشان خطر ما تلزقش منك لاني لو لزقت منك لما تجي تقليها مش هتتنفخ عشان نبقى متفقين يعني مش هتعرف تعمليها سندويتش كده خلاص هعمل الكمية كلها واخدها بقى على الزيت الله انا بقى النهاردة كانت المفروض يعني الاكل ديته بس يعني ما قفش عامل بقى اكل تاني بس اعمل ايه لازم بقى طبعا لانا ادخل اعمل غدا علشان خطر بقى بابونا لما يرجع من الشغر يلاقي غدا ومنك كمان لما تجي من المدرسة لاني يعيني عندها درس تاني بعد ما تجي دوبية تستريح شوية وتنزل الدرس بقى فربنا يعينها امين يا رب العالمين او استندويتش بقى دوت اللي انا عملته طعمه حكاية لازم تجربين حلوة قوي والعيش خفيف كده وما تحسش اللي هو شارب الزيت يعني انت اصلا مش هتعرف اللي هو مقالف الزيت ولا مدهنن في اليد ولا اي حاجة هعمل بقى كل الكمية كده تقدر يكمن تحطي فيه بورجر تعمليه بحشوة فراغ زي ماك اللي انت عايزه وينفع في اللانش بوكس وما رايحين المدرسة يعني ليك كده حرية الاختير خذي بس الوصفة ونفزيها ودهي بس اهم حاجة لما تيجي تقطعي اربع تربع تحطيه على حاجة مدهونة زي عشان مايلزقش منك ولو لزق مش هينفخ قديني قلتلك كل التفاصيل جبت بقى هنا ايه خرقت بقى بصراحة قعدت استريحت شوية وقلت خليني اللي انا قعد شوية وبعد كده ادخل اعمل الغدا اه حضرت بقى بعد ما قعدت شوية لقيت فيلم كده شغال كده اه فيلم زمين يعني ايه اسمعيني ياسين اه في البوليس فقعدت اتفرجت كده على حتة صغيرة وبعد كده قمت بقى قلت خليني بقى لانا اكمل الغدا للولاد علشان خطر ايه نبقى ايه كل حاجة تحت السيطرة اه شكرا جدا للناس اللي كانت معايا في اللايف اه ربنا يدومكم نعمة في حياتي امين يا رب العالمين ربنا يسعدكم زي ما بتسعدوني بكلامكم الجميل دوت كلكم زوق واحترام اه يعني انا انا مش لايه كلام اوصفه ادلنتوا فعلا الناس محترمة جدا اه ربنا يدومكم نعمة في حياتي امين يا رب العالمين اللايف ده انا كنت عاملاه امبارح انا بسجلكم عن روتين دوت النهار ده الخميس بس هينزلكم بكرة الجمعة واللايف كنت عاملاه يوم الاربع اتفقنا اللي ان شاء الله باذن الله كل يوم خميس من كل اسبوع هنعمل لايف مع بعض اه يعني نعد ندردش فيه نتكلم فيه مع بعض اه اللي عندها مشكلة تقولها اه نحكي مع بعض اه نحاول اللي احنا نقرب من بعض اكتر بس المشكلة لما انا وفقت على يوم الخميس انا عندي يوم الخميس جلسة تخطب لمكة كل يوم خميس ساعات بتبقى من تمانية لتسعة وساعات بتبقى من تسعة لعشرة فانا مش عارفة هي هتبقى من امتى لامتى الخميس الجاي لما اعرف هقول لكم وهتلاقوني سايبا لكم بوست على الممتدى لان هما بيبلغوني قبلها بيوميا بيبلغوني يوم الاربع الجلسة الساعةية فهتلاقوني سايبا لكم باق بوستها على الممتدى كده الجلسة هتبقى إمتى أو اللايب هيبقى إمتى اللايف هيكون الساعة كم إن شاء الله وإذن اللي نقدر إليحنا أن نتواصل مع بعدينا والناس اللي مالحقتش اللايب يعني حقكم علي وأسفة جدا للناس اللي حضرت اللايب ودموعي نزلت غصبا عني انا دمعيتي قريبة قوي وبيسعب علي نفسي بسرعة جدا واسفة جدا اللي انا عيضت جوه اللايف معلش حقكم علي والله يعني انتو لو حطيتو نفسكم مكاني اكيد هتحسو بي تعالي بقى نعمل الجزر بالبسلة الجزر بالبسلة مش بسلة بالجزر انا قلت اللي انا هعمل بسلة بالجزر بس انا للأسف هي مش متوفرة عندي يعني مش مفرزاها خلصت اللي انا كنت مفرزاها كانت خلصت خلاص كنت سلقة لحمة من بلين نص سوا وكده فطلعتها كملت عليها سبتها يعني على النار تكمل وزي ما انتو شفتي بقى معايا شوحت البصلايا ضربت طماطم في الخلط وصفتها حطيت الجزر اللي بالبسلة مش عارف هي اختي حطين شوية بسلة صغيرين قوي جين على نفسهم قوي كده ليه الشهر اللي فئت لما جبت البسلة جبتها بسلة سيدة من غير جزر بصراحة كانت حلوة انا اللي حطيت الجزر من عندي بس للأسف الجزر اللي عندي اللي انا كنت بفرزة برضو خلص فعشان كده اضطريت اللي انا اجيب بسلة بالجزر بس نصيحة مني هاتي بسلة مجمدة وهاتي انت حتى ربع كيلو جزر هيفرق معاك جمد جدا لكن انا باكل جزر ما باكلش بسلة عملت ايه حطيت بقى البسلة كده على النار وكمان عملت بقى شوية رز بالشعرية هنا خدت الرز وهي الشعرية على النار فضيت الرز اللي انا كنت جايبة معاكم من مشتريات الشهر سايز اقول لكم للأسف طلع سيء جدا 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 معيني الرز حبوبة ده كان ممتاز يعني فعلا كانت حباية فوق الممتاز الحباية وانا بفضيها انا حسيت اللي هي وحشة ولما جيت بقى عملتها احساسي طلع في محله وحشة جدا الحباية تحسيها حباية مختلطة كده مش الحباية اللي متعودين عليها اللي هي مثلا حباية عريضة فيها نسبة دهنانة كده وانت مسكها كده تلاقيها بتزفلت من ايديك او بتلمع في ايديك تحس اللي هي مزيتها شوية لا الحباية ديت وحشة جدا حباية مخلط رز مخلط واحدة كبيرة على واحدة صغيرة على واحدة مكسرة على الرز اللي هو طويل شوية بصراحة سيء جدا يعني بنصحكم فعلا لو قابلتي نوح حبوبة اتأكدي كويس جدا الحباية جوة اللي هي الحباية اللي بتلمع العريضة خلي بالك من النقطة دي انا اشتريته وما بصتش عليه لان انا وثقة من اسم الشركة وثقة للشركة هتبقى كويسة فانا خدت الحباية على اساس اللي انا مبصتش عليها خالص بس لما جيت فتحتها تصدمت وطبعا مش هينفها رجعو يعني لان ده بيتباع مقفول عارفة لو سايب كنت رجعته المهم اه غسلت شوية الرز وحطيتهم بقى كده مع الشعرية حطيت الميا والملح وسبت بقى كله مع بعض هنا البسلة كانت خلاص او الجزر الجزر كان خلاص استوي معي بصراحة جزء قاعدت طريقة علي تريقة بسبب الجزر ده بيقول لي في حد يطبخوا جزر بس اقول له في بسلة يقول لي فين البسلة انا مش لاقي بسلة بصراحة كان عنده حق اه حطيت ملح حطيت فلفل اسود وهديها تقليبة بصي كمية الجزر قد ايه اقول لهم ايه وعايز اقول لكم الكيس ب14 جنيه انا مش فاكرة اسمه ايه اه بس ب14 جنيه جبت كسين ب28 جنيه لو كنت بقى انا جبت كسين اه بسلة وجبت ربع كيلو جزر من اي بتاع خضار جنب البيت بس المشكلة اللي انا خليت يوسف اللي نزل جابه لي يعني يلا الحمد لله حطيت اللحمة في البسلة عشان تاخد دغل وكده معيها وهنا قلت اعمل شوية شربة لسان العصفور بالمرة بتبقى طعمها حلو جنب الاكل حطيت بقى انا ايه حطيت لسان العصفور بالشكل دوت كده وقلت احمره لسان العصفور زي ما متفقين اللي هو ما بيستويش على النور يعني الناس اللي لسه تتفرج علي جديد ما بيستويش على النور بالنسبة بقى الحبيب قلب الدول العربية يسألوني ايه اللسان العصفور اللي انت بتقولي عليه ده يا هيبة اللسان العصفور دوت مكارونا نوع من انواع المكارونا زي الشعرية وزي المكارونا اللي بنسلقها العادية خالص بس هم عاملينه صغير فاحنا مسميينه لسان عصفور يعني ما جابوش عصفير وقاعدوا دباحوها وياخدوا لسانهم لا 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 هي مكارونا بس هم عاملينها شكل اللسان لسان العصفورة لما بتبقى صغيرة في زيها حروف وفي زيها لسان عصفور كبير شوية صغير شوية كده يعني حطت الشربة حطت شوية ملح وحطت شوية صغيرين جدا على حرف المعلقة من التوابل بتاعت اللحمة بس كده ما بحبش احط فلفل اسود جوه الشربة اللي احنا هنشربها لاني بحس الفلفل الاسود لما بتحط في الشربة وانت بتشربيها بحس اللي هو ممكن بيجرح الزور فاهمين قصدي فبحب استكفى جدا بكم حباية الفلفل الاسود اللي انا حطتهم وهي اللحمة بتتسلي لكن ما بحطش فلفل اسود في قلب الشربة شربة لسان العصفور يعني هنا غرفت بقى قلب سلة وكمان هغرف الرز بص بقى شكل الرزة عامل ازاي مكسر تكسير مش قادر اقولي ومحدش يقولي العيفي كنتي عشان المية لا انا وغدا معايرة كبتين رز حطت عليهم كبتين مية اللي حصل ما عرفش لقيته نية جدا فزودت شوية مية لقيته نية برضو تاني فزودت شوية مية تاني فالعب مش مني والله ما مني يا فعل حباي وحشة قوي معيني ففودي المشتريات انا شكرت فيه وليقيت كازي حد من حبيبي المتابعين شكر وهم كمان فيه بس مش عارف ايه اللي حصل الشركة بوزت وقلي ايه مش عارفة غرفت بقى الرزة عالعددنا وكمان هغرف لسان العصفور برضو عالعددنا انا من عشاء لسان العصفور بصراحة بيكون طعم حلو قوي بالذات لما انا ما بسوهوش على النار وبسيبه يشتوهو على البخار بيكون طعم حلو جدا جربيه دقيل اظن الروتيني النهارده حلو وكبيره هو طويله زي الفل تعالوا بقى معايا كده ننزل التخاطب عشان خاطر عندنا جلسة التخاطب احنا ما رحناش الدكتور اعتزرت يوم الحد اللي فات فكان المفروض اللي احنا ننزل النهارده اتصلوا بي الصبح وقالوا لي الجلسة النهارده فعشان كده دي بدال يوم الحد العمورة فاضية خالص يعتبر انا انا اللي سكنة بس في العمورة في شقة تانية سكنت بس كده بس اول حد جي سكن في العمورة هو انا فتحس العمورة مهجورة كده شوية يعني فاش اي حاجة غير انا فالحمد لله على كل حال يعني مش عارفها حسيت كده اللي انا لما جيت احط في العمورة هنا حسيت اللي اخدت على الجو اللي هو اللي يعني زي اللي عارفة اللي هو انا منعزلة على الناس انا حسيت الاحساس ده واك كده. آآ تعالوا بقى معايا روح جلسة التخطب لاني كزا حتى تسأل آآ سألني يعني في الكومنتات هي مكة بتروح فين وايه الجلسة دي دي جلسة التخطب بس بصراحة بسم الله ما شو الله الدكتورة مها جايبة نتيجة معاها كويسة جدا يعني الحمد لله الحمد لله يا رب بس تكمل على خير هنا خلاص آآ كان بابانا اصلا رايح مشهور فاخدنا في طريق ولكن هي جنب البيت انا بتمشيها آآ حتى بعد ما بنخلص بروح ماشي الجلسة بتعود ساعة ساعة كاملة هنا مكة مكتش قادرة تفتح الباب فدخلتها هنا بقى زقت لها الباب ودخلنا بعد ما رجعت بقى كان عندي شوية بطاطا كنت جايبها في المشتريات تمام كده كنت نسيها خالص يعني مش حطاها بالي فطلعت في دميع اللي انا اعملها جوى الكيس الحريري بصوا عايز اقول لكم هي حلوة ومش حلوة آآ انا عن نفسي عجبتني بطاطا ما شوية عادية بس ولادي عشان حاطر ليش بيحبوا البطاطا المشوية وبيحبوا البطاطا اللي في الحل اللي انا بعملها على طول كانوا مستغربين طعمها شوية يعني قالوا لي يا مومة اللي انت بتعمليها في الحل تعمها احلى يعني وانا حست بكده برضي يعني انا مش هقول لكم اللي هي وحش هي حلوة بس اللي متعود على البطاطا اللي في الحل هيبقى التانية شايفة احلى واطعم كمان آآ لزقت مني سيكا فانا مكنتش عايز اوسخ البتجاز فحطتها بقى جوا الكيس دوك كده وبيني وبينكم كنت عايزة اجرب يعني طبعا في كومنت جالي قالت لي هيبانت جايبة لكل واحد بطاطاية واحدة اه انا مقصودش كده والله انا اه يعني اشتريت البطاطا ولما اشتريتها ببص كده لقيت على عددنا بس كده مش اكتر والله يعني هو هي جات كده لكن اه هي حجمها كبير يعني انا بحاول على قد ما اقدر اللايها اه البطاطا بتتكيل في وقتها فوقتها وهي سخنة لو قعدت بتبرد وتبقى طعمها مش مش احسن حاجة فعشان كده انا بيجيب على عددنا يعني او ايه يعني بيجيبي الحاجة اللي هي ايه بتتكيل في وقتها لما بتبرد بقى سخنها لي يا مام انا ازي يعني يقول لي لي حطي نفسك مكينة هلاقي واحدة دلوقتي تقول لي او ماи بتتتتتت خن عايZA ايو ما تستخن عادي بس بحيث التعامه يتغير لما تجي تتسخن دي وجهة نظر هيبا يعني طبعا عايز اقول لكم انا نفسي اصور لكم المطبخ وصور لكم روتين جولة في المطبخ بس المطبخ مكركب لو موافقيني اللي انا اصور المطبخ على الكركبة اللي هو فيها ونعمله مع بعض بافكاركم انتو اكتبوا لي في الكومنتات احنا موافقين جولة في المطبخ بس كده عايزين جولة في المطبخ والجولة في المطبخ هتنزل لكم في خلال الاسبوع دوت ان شاء الله بس كده بحبكم بقى في اللي احلى وقطيب اخوات شكرا لحسن استماعكم لحد دلوقتي ربنا يدمكم نعمة في حياتي وربنا يوفقكم ويرزقكم سلام عليكم